ما هو الرياء؟ الرياء يعمل العمل حتى يراه الناس ويعمل العمل حتى يسمع به الناس سمي بهذا الاسم على التغليل علاج الرياء وهذا المهم دراسة التوحيد لأنه بدراسة التوحيد تعظم الله ولو تبالي بأحد في دين الله صح الثاني الدعاء فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعف أجورنا الثالث إخفاء الأعمال قدر المستطاع يتصدق وثم يرجع قال والله اليوم تصدقت جاءني فقير وعطيته كذا وعطيت اللجنة 25 مليون وعطيت فلان وعطيت فلان وكذا وهذا سبحان الله كان يعني ما عنده شيء والله وهذا اللباس أنا اشتغيت له وقال أنه أصلي وأحيانا يعني يطير في الصلاة من أجل أنه يراه فلان وبعد الصلاة قال صائم تحرس أن يكون العمل بينك وبين الله قال تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق قدر المستطاع ومن علاج الرياء زيارة القبور الزيارة الشرعية صحيح؟ نعم لأن تذكر الآخرة والرياء يريد الدنيا نعم إذن أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن هناك عمل يبطل الأعمال وهو الرياء يعمل العمل حتى يراه الناس أو يعمل العمل حتى يسمع به الناس ومن رأى أراء الله به ومن سمع سمع الله به نعم قال رحمه الله لكن عندنا في العلاج أمر خامس مهم جدا لا تبالي بأحد ولا تفتح على نفسك هذا الباب لأن الشيطان حتى يخرجك من باب الرياء يوقعك في باب ترك العمل يعني هذا الآن الأخ يريده يصلي يقرأ القرآن قال أخاف أن أعمل العمل حتى يراني الناس أترك قراءة القرآن وأترك طلب العلم ولا تصلي بالناس ولا تدرس ولا تؤلف لا لا تفتح على نفسك هذا الباب تعمل وتدعو الله سبحانه وتعالى لإخلاص في القول والعمل مفهوم؟ أي نعم